موجز انباء الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الثانية ظهرا بتوقيت جرينيتش من التلفزيون المصري اهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح اسيسي بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديدة في الاطار الزمني المحدد لها وضماني ان تمثل المدن الجديدة اضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تضمينها للمشاريع التنموية الملائمة بما يحافظ على استدامة تلك المدن وقدرتها على الجذب وتوليد الانشطة الانتاجية والتجارية جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدهولي وعدد من الوزراء والمسؤولين حيث اكد الرئيس اسيسي ان التوجه نحو بناء المدن الجديدة يهدف بالاضافة لاستعاب الكثافة السكانية وحسن توزيعها في انحاء البلاد يهدف الى تحقيق الاستفادة المثلة من الميزات النسبية لمختلف مناطق الجمهورية بما يمثل قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصرية وصراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة مشروعات المدن الجديدة في مختلف مناطق البلاد والجهود الحكومية الجارية للتطوير في تلك المناطق بما يضمن ابراز البعد التنموي في المدن الجديدة وكذا في عمليات التحديث الحضري الوطني ويصهم في استعدة الوجه الحضري لكافة مناطق الجمهورية وبشكل يحافظ على الطابع التراثي والمعماري المصري باشكاله المختلفة شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكر التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اتيدا وشكة سيمينز المتخصصة في تطوير برمجيات الصناعات الرقمية تهدف المذكرة لتعزي التعاون الاستراتيجية لتوسيع عمل البحث والتطوير في التكنولوجيات المتقدمة بمركز الشركة في مصر وعقب التوقيع اعرب مدبولي عن تقديره لما شهده من مواهب مصرية شابة تعمل في هذا القطاع المهم الذي يستهد في تصدير الخدنات التكنولوجية للسوق العالمية اكد المستشار احمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات انتظام سير العمل في لجان الاختراع الفرعية المنتشرة في عموم المحافظات في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية وقال المستشار احمد بن داري ان العملية الانتخابية تمضي بشكل منتظم دون اي عقبات او معوقات وان غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت ما يفيد بوجود توافد وإقبال كبيرين من جاب الناخبين على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم تتواصل العملية الانتخابية على مستوى جميع المحافظات لليوم الثاني على التوالي في الانتخابات الرئاسية والتي تجرأ تحت اشراف قضائي يستمر التصويت حتى التسعة مساء بينما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الثلاث عشر من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة كما حددت الهيئة وعدد لجان الاقتراع الفرعية التي يضلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها أحد عشر ألفا وستمائة وإحدة وثلاثين لجنة بداخل تسعة آلاف وثلاثمائة وستة وسبعين مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية يواصل الأعضاء والمشاركون في الحوار الوطني التصويت في الانتخابات الرئاسية الفين واربعة وعشرين هذا واستمر التصويت حتى التسعة مساء بينما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الثلاث عشر من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة كما حددت الهيئة وعدد لجان الاقتراع الفرعية التي يضلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها أحد عشر ألفا وستمائة وإحدى وثلاثين لجنة بداخل تسعة ألاف وثلاثمائة وستة وسبعين مركزا انتخابيا في أماكن مختلفة أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التقرير الأول لمتابعة الانتخابات الرئاسية مؤكدة أن عملية متابعة الانتخابات الرئاسية مستمرة وفي بيان لها أوضحت المنظمة أن متابعتها لمجراءات العملية الانتخابية تستمر من خلال عينة عشوئية تشمل خمسة أقاليم على مستوى الجمهورية تضم خمسة عشر محافظة من خلال خمسة فرق ويتكون فريق المتابعين الدوليين من ثمانية وثلاثين متابعا دوليا يحملون جنسيات ثمانية عشرة دولة عربية وأوروبية من أعضاء مجلس أومناء المنظمة وقيادات المنظمات وخبراء استشاريين وتتابع المنظمة انتخابات ٢٠٤٤ في مصر وفق تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات رقم واحد لسنة ٢٠٢٣ ضمن المنظمات الدولية المصرح لها بمتابعة الانتخابات في مصر أدل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان على شلبي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمقر مدرسة مدينتي للغات بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة بدأت في تمام التاسعة صباحا من صباح اليوم اللي جاني الاكتراع على مستوى جميع المحافظات بدأت أعمالها لليوم الثاني على التوالي في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجرى تحت إشراف قضائي كامل قام وفد من أعضاء مجلس الأمن بزيارة إلى مدينتي العريش ورفح بالتنظيم والتنسيق بين بعثتي مصر والإمارات لدى الأمم المتحدة وفي إطار عضوية دولة الإمارات الحالية بمجلس الأمن وذكرت وزارة الخارجية أن عضاء المجلس اطلع خلال الزيارة على سير العملية الإنسانية والطبية الضخمة المقدمة لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بما في ذلك تفقد المساعدات والجهود الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري والدعم الطبية المقدم للجرح الفلسطينيين فضلا عن الوقوف على المعوقات المفروضة من الجانب الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات وإجلاء الجرحة من معب الرفح وما تؤدي إليه من تكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها إلى القطاع نهاية الموجز التغطية لا تزال مستمرة للانتخابات الرئاسية 2024 على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري وأعود من جديد إلى شروق شكرا لك محمد عبدالله شكرا لك